ماذا رأيت بالمؤليون المطربين الذين يحاولون يدخلون بالتمثيل مثلا؟ مثلا شفنا مسلسل حسام الرسام مسلسل حلم وخيال مؤخرا هو مجرد كليبات آني شفته كليبات أكثر ما كان تمثيل يعني هو باعتباره شون أغني يكلب يعني مو تمثيل مية مية نعم اعتمدين على الأغاني وحتى الأغاني ما أخذ الصداة ماذا رأيت بك ممثل حسام الرسام؟ لا خليه مطرب يكون أحلى أنا أحبك مضرب ملايين شون هات كانتوا إياه؟ واللهي ما نسبة إلي كنت أتمنى غير ملايين تكون إياه معرفة أنا حسب رأيه ورأي جمهور هماتين كانت تعليقاتهم ميت بس ملايين يعني فنان يحبوها الناس ويعني كانوا مشتاقين يشوفونه ما كان ما أعرف يعني ما أخذ الصداة ما أخذ المسلسل ما أخذ كلها صداة يعني ما أعرف كان لو كانتوا إياه وحده وجه جديد يعني العالم الصدق شوية شنو اللي حسيتي خلل مثلا بملايين؟ شنو اللي ما أعجبتش؟ هي مو معدة جانب كوميدي وتيصل كوميدية لو جايب سلاف مثلا حلوة يعني سلاف ممثلة و هي يعني طبعا أوجيه لها تحية يعني أنا ما عندي صداقة مقربة منها بس كا يعني استعيلها و يعني هي تكون أنسب أي تكون أنسب هذا الدور يعني هو بجانب كوميدي و هي ما عدا جانب الكوميديا مو مجاد أحشي إحشايات و أضحى لا الكوميديا هي تجي هو كوميدي هو يعني حركة يسويك أضحكك بها هي ما كان عدا جانب الكوميديا شنو كارت فلعيش على اعتزال هالاستعراض والرقص هو الراقصة مثل اللاعب يعني لها عمر معين توقف به يعني بعد أخذت هي فترة لازم يعني يكون عمر معين يوقف الرقص تعتزل به أي تعتزل طبعا تحياتنا لهم كلهم